النار الدنيا. ربنا اكلي. لسه مشجع الدرجة التالتة? لسه في مجلس الادارة بروح وقلبه مشجع الدرجة التالتة? طبعا. وزيادة كمان. وزيادة. اه طبعا. زادت? طبعا. لان مسؤولية زاد. انك انت عوضو مجلس ادارة بتبقى عندك مسؤولية زيادة عنك انت مشجع كمان. انت بتحس نفسك مش بتحس نفسك انت مسؤول عن فرحة الناس وعن حزن الناس. فطبعا لا دنيا زادت وصلت لمراحل يعني صعبة. وانا مشجع بيني وبينك كنت بقى اقول اللي انا عايز وقت بقى في البيت. اقول زي ما انا عايز بحدش ليه حاجة عندي. لكنه انا مزيعة بقيت مشكلة. طب انت بقيت قادم اجلس ادارة. مشكلة اكبر. بتقدر تعبر بقى وتقول. بقى بنعبر في الغرف المغلقة. بنتكلم. بس في الاخر انت بتحترم منظومة النادي الاهلي. انت عارف مجلس الادارة مفصول عن الكورة. وده حاجة مؤسسية بقالها سنوات طويلة. مم. وبحترم جدا ده. وشايفر ده سبب من نجاح الاهلي. يعني مش. سبب نجاح الاهلي. اه طبعا. من اهم سبب نجاح الاهلي. انت لو احضاء مجلس الادارة ببقاش عندكو كده. او صحيح موجودين وما بتسيويش الفرقة وفي الرحلات وفي البطولات وفي المباريات وفي المناسبات. لكنه مش برضو ساعات بيبقى الكوراية. ساعات تبقى عايزين تقولوا حاجة. لا لا خالف. احكيني قصة اماشي ازاي. لا ما فيش. انت كراجل اهلي. ما بتتكلمش في الكورا. خلص ما بتتكلمش في كورا. جوة قوضة مجلس الان تتكلمش في الكورا. ممكن بقى وانت برا مسلا لو با على سبيل الاسفية يعني فكه شوية مسلا سقول حاجة للكابتن بتاعها. حتى انت بقى دايما على سبيل مسلا الدنيا تبقى هادية وبتاع ممكن تقول حاجة تقول رأيي. لكن مش حاجة منظمة. لكن ادارة النادر اهلي ما تكلمش في كورا. لا لا ودتو ستة اجداد وستة اقدام. اتقلنا من اول يوم ان الكورا في النادي الاهلي مفصولة على مجلس الان. من بدل. لا من قبل ما نتراه يعني يعني. من الكابتن الخطيب. من الكابتن الخطيب واللي كانوا موجودين في الحاملة وقتها من يوم عشرين اكتوبر الفين وسبعتاش. يوم ما تقدمنا. للتراهش مش ما انجحناش. احنا بس تقدمنا. ده لسه تقديم. اه. كلي بالكو لو بإذن الله انجحنا. الوضع هي بواحد اتنين ثلاثة. احنا عارفين ده. يعني. يعني اتأكد. يعني اتأكد. طب اتعبر عن رأيك في الكورة ازاي يعني برضو لما تكون عايز مسلا اه في لا قدر الله اخفاق خسارة ولا حاجة. عايز تتكلم. يعني. 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 مش ما بك. يعني حصلش اه مواقف اه حصل فيها حاجة. يمكن. انت عارف مرة من من سنتين دخلت اه كتبت بوست وعمل عمل مشكلة في الفين اتنين وعشرين. اه. ان غلط كبير مني وقتها. اه طبعا. اه طبعا. اه طبعا. غلط عشان اه حاجات كتير يعني. اولا مش 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 تيمة النادي الاهلي. اه. والناس بقى استضدت في الماء العكرة كتير في في الوقت انا فمش صح. مش صح. انا انا اعترف ان انا متلا انا من نوع لما بغلطان. لما بغلطان باعترف ان ايه المشكلة وحرام. حاس ان انت غلط يعني. اه ايه. انا على طول اي حاجة على طول. ما حدش امنبك ولا حاجة من نفسك. لا لا ان انا ايه ان انا. انت كتابت يعني. لا لا خالص. انا انا من نوع متلا انا لما الاهلي بيخسر ديني بتصود دفوش. اه ده صحيح. تماما يعني. في كل حاجة. بعد ماتش للسوبر الاخير في بيته بيكلمي في التليفون. فانا معرفش الصوت بس انا عشان مسجل الرخم. ايه ده بقى كنت مفاعل جدا. اه لا 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 انا اي اي هزيمة للاهلي بتبقى بالنسبة لي بتقفل الحياة. ومشاكل الحياة كلها تضرف وش يعني. اه. 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 ا بنج كده بالزبط يعني. اللحظات فوز النادي ده لي بالنسبة لك قيمة الساعة. يا طبعا.